هذه قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 35 سنشتغل على الشكل والتطبيقات الكتابية الفهم والشكل الحصة الأولى أتذكروا أذكروا أنواع الأفعال إذن أنواع الأفعال التي رأينا دائما في هذه الوحدة رأينا الفعل المجرد والفعل المزيد ننسى الأول قلنا الفعل المجرد الفعل المجرد والفعل المزيد والفعل المزيد قلنا الفعل المجرد هو التي تكون حرفه كلها أصلية والفعل المزيد هو ما زيد عن أحرفه الأصلية بحرفين أو حرفان أو ثلاثة أحرفين فمثلا فعل المجرد غفر غفر الله الدنوب للمسلمين إذن غفر الفعل المزيد سنضيف له استغفر استغفر العبد وربه استغفر فهنا باش نعرفه واش همزاته قطعين أم همزاته واصل فنبدأوا بالواو واستغفر إذن ما قلنا شواء استغفر إذن استغفر هنا همزاته واصلين استغفر فمثلا خرج فعل المجرد خرج الفعل المزيد استخرج استخرج فنبدأوا بالواو فاستخرج إذن همزاته واصلين ومقال النغيمي تروح سنعطينا جدية لأمثلة ثم السؤال ثاني وحددوا الحركة الإعرابية لخبر كان وأخواتها ثانيا الحركة الإعرابية لخبر كان وأخواتها فمجرنا نقول البيت 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 نظيف البيت نظيف هذه جملة اسمية ندخل عليها ظل قلوا ظل ظل البيت ظل البيت ماذا؟ نظيفا نظيفا ظل البيت نظيفا إذن الحركة الإعرابية لخبر كان إذن خبر أنقلوا خبر كان وأخواتها بطبيعة الحال خبر كان كان يأتي منصوبا إذن كي يجي منصوب خبر كان يأتي منصوبا كان البيت نظيفا ظل البيت نظيفا إذن كان وأخواتها نقول خبر كان يأتي منصوبا أقرأ النص قراءة هامسة سنعيد قراءة النص لكن قراءة جهرية يما أو أمي زرت المعريضة الدولية للكتاب فوقع بصري على رواية يما أي أمي دفعني الشوق لأمي إلى قراءتها إنها إنها انحناءة عرفان لكل الأمهات اللواتي ملكهن ملكهن الحزن لهجرة أبنائهن إلى أوروبا حكى فيها الكاتب المهاجر عن معاناة أمه مع المرض حيث أصبحت مشلولة وفاقدة للنطق وكيف ظل يلازمها في المصحة لمدة سانة كاملة إنها يوميات مذهلة ومفعمة بمشاعر الحب هذا هو النص أفهم أكتب أصل كلمتي مذهلة يعني شنه هو الأصل للمدهلة لن أفهم أقول أصل مذهلة مذهلة الأصل للمدهلة فأصل الكلمة ذاهلة 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 فهذا الفعل مجرد نرد جعناه مزيد نقول أذهلة أذهلة ذاهلة هو الأصل ثم عمادة تحكي رواية يمى إذن تحكي نقول تحكي رواية رواية يمى لهي أمي تحكي رواية يمى عن ماذا تحكي حكى فيها الكاتب المهاجر عن معاناة أمه مع المرض إذن تحكي إذن تحكي رواية يمى عن معاناة ماذا عن معاناة أمي عن معاناة أم الكاتب أم الكاتب مع المرض مع المرض إذن هذا ما تحكيه رواية إمى كما جاء في هذا النص ثم أنقل على دفتري ما تحتاه خط في النص ثم أشكله إذن سنرجع إلى إلى النص ونشكل الجزء غير المشكول إذن زرت ز أر زرت المعرض حمزة وصلين المعرض الدولية الدولية للكتاب فواقع بصري على رواية يمى أي أمي دفعني الشوق لأمي إلى قراءتها إنها إنها حمزة وصل حناءة حناءة عرفان لكل لكل الأم هات اللواتي اللواتي مالا مالا ك هن مالاك الحزن شخصا أي أصبح حزينا وأصبح يفكر يعني في الأحزان وفي كل شيء يقرقه ويزعجه أي مالكه مالكه وجعله وجعله يعني طيلة الوقت حزينا مكتئبا لا يفكر إلا في الأمور السلبية أي تمكن منه وملكه ملكهن الحزن ملكهن الحزن لهجرة لهجرة أبنائهن إلى أوروبا إلى أوروبا هذا هو الشكل الجزء هذا لنسى نعيد قلنا أصل كلمة مذهلة ذهلة أما ما تتحكي رواية ما قلنا تحكي عن معاناة أم الكاتب مع المرضي حيث أصبحت مشلولة وفاقدة للنطقي وكيف ظل يلازمها في المصحة لمدة سنة كاملة ثم شكلنا ما تحته خط أو الجزء غير المشكول في النص وصحح إنجازي بتعاون مع صديقتي وأصديقائي بهذا ننهي تمارين الصفحة خمسة وثلاثة نلتقي في الصفحة ستة وثلاثة كما أذكركم بأنه بإمكانكم نتابع الضروف أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلايليست إلى اللقاء